اهلا وسهلا بكم في قناة الاستاذ يوسف ريما وشكرا له على انه منحني الحديث عن نفسي عبر قناته الفكرية فصحة تفكير كلكم تتساءلون من انا وما هي اهم اسس تفكيري قبل ذلك لا دأس من التفكير بالاشتراك في قناة فصحة تفكير والضغط على زر الاعجاب والمشاركة انا فريديريك نتشاه ولدت في مدينة روك سنة 1844 في بروسيا من والد كان راعيا لثريا وينحدر من اسرة عريقة انجبت العديد من رجال الدين عشت حياة اليطم ووصلت دراستي بداية في احد المدارس اللوثرية وتفوقت في العديد من الدراسات الكلاسيكية كما درست اللهوت والفيلولوجيا يمكن اختصار حياتي الى محطة المحطة الاولى انا وشوبنهاور تعرفت على شوبنهاور الاول مرة من خلال كتابه العالم بوصفه ارادة وفكرة رأيت فيه صدا نفسيا عميقا كان يعتبر الانسان كائنا كتب عليه السعي اللانهائي نحو رغبات مستحيلة ويصور المشهد على اننا نشبه كثيرا فقاعات من رغوة الصبون تطير بطريقة تطول وتتسع بقدر الانكم مع العلم اننا ندرك جيدا انها تنفجر المحطة الثانية مولد النأسات من روح الموسيق بالنسبة لي ولدت الاسطورة من رحم الموسيق لان الموسيق تحثنا بالدرجة الاولى على الحدس الرمزي للروح الديونيزوسي ومن جهة اخرى تهبنا تلك الصور مغزا عاليا المحطة الثالثة التاريخ سؤال ظل ملازما لي اي لا بد من قدر من عدم الاهتمام بالتاريخ والتربية لان من خلال هذا التجاهل وعدم الاهتمام ننتج ثقافة حية واصيلة اي ان الناس بهذا التصور يكف ان يكونوا مجرد ظلال للانسانية المحطة الرابعة نقد الميتافزيقة كنت من اشد المعارضين لفكرة الميتافزيقة اوجود عالم مفارق لعالمنا الفكرة ببساطة تقول بان معرفة هذا العالم هي معرفة عبثية لا فائدة منها المحطة الخامسة العود الابدي فكرة تبدو محبطة والانسان يرى نفسه يتكرر في العديد من المرت لكن يبدو ان لها ايضا بعدا ميتافزيقيا هو ان الموت ليس هو النهاية افعالنا تتكرر هذا دليل على مسئوليتنا الشخصية وهذا يدفع بالانسان ان يكون احسن بكثير مما كان وكذلك يبين ان اللحظة الراهنة هي كل شيء ولا بد من الاستمتاع بها قدر الانكن المحطة السادسة موت الاله كانت فكرة موت الاله بالنسبة للكثير من المؤمنين فكرة مرعبة ومخيفة بقدر كبير غير اني كنت ارى فيها انكانيات اخرى في كتابي العلم المرح وضعت خبر موت الاله على لسان رجل مجنون لم يلتفت اليه النس ولكن المهمة في الصورة هو انه حمل مصباحا في واضحة النهر ليبحث عن الاله الا انه لم يجده وعندما تأكد ذلك المجنون ان لا احد سيصدقه نظر الى المتفرجين قائلا لقد اتيت مبكرا جدا زماني لم يحن بعد الى هذا الحج تنتهي هذه الحلقة فلكم تحيات يوسف ريمة والى لقاء جديد